اسم الدرس أتعرف المسالك على الشبكة وأرسمها أولاً ألف أرسم باللون الأحمر مسلكاً يوصل الطفل إلى نادي الإعلامية الإجابة باء يمكن للطفل أن يسلك مسلكاً آخر يوصله إلى نادي الإعلامية أرسمه باللون الأخضر الإجابة ثانياً ألاحظ المسلك على الشبكة أمثل بالسهام المسلك الذي اتبعته البنت للوصول إلى نادي الإعلامية الإجابة ثالثاً سيذهب كمال إلى مركز البريد حسب الخطوات التالية أحدد مركز البريد على الشبكة أمثل بالسهام المسلكة أمثل بالسهام المسلك المسلك الذي يسلكه أحمد ألف للوصول إلى باب القسم أمثل بالسهام أمثل بالسهام أمثل بالسهام أحسب عدد خطواته الإجابة عدد الخطوات يساوي 12 خطوة ثانياً ألف أرسم على الشبكة بالأخضر المسلك الذي تسلكه سميرة سين للوصول إلى العقدة ميم من مكتب المعلم الإجابة باء أمثل هذا المسلك بالسهام الإجابة جيم أحسب عدد خطواته الإجابة عدد خطوات المسلك الأخضر يساوي 9 خطوات ثالثاً ألف أرسم بالأصفر مسلكاً آخر يمكن أن تسلكه سميرة سين للوصول إلى العقدة ميم الإجابة باء أقارن المسلكين الإجابة نلاحظ أن المسلك الأول مختصر مقارنة بالمسلك الثاني جيم أرسم بالأزرق على الشبكة مسلكاً يسلكه المعلم للوصول إلى الخزانة من العقدة ميم إلى العقدة خاء الإجابة خامساً هذا رسم لقرية على الشبكة العقدة السوداء هي أبواب المحلات أولاً ألف أرسم على الشبكة بالأخضر مسلكاً بين المدرسة والسوق الإجابة باء أمثل هذا المسلك بالسهام الإجابة جيم أحسب عدد خطواته الإجابة عدد الخطوات يساوي 9 ثانياً ألف أرسم على الشبكة بالأصفر مسلكاً بين مركز البريد ومركز الحرس الوطني الإجابة الإجابة باء أمثل هذا المسلك بالسهام الإجابة أحسب عدد خطواته الإجابة عدد الخطوات ستة ثالثاً ألف أبحث عن مسالك أخرى بالقرية وأرسمها على الشبكة وأسميها الإجابة الإجابة المسلك بين الجامع والسوق المسلك بين المستوصف والجامع المسلك بين مركز الحرس والسوق المسلك بين المستوصف والحرس المسلك بين المدرسة والجامع المسلك بين البريد والمدرسة باء أمثل هذه المسالك بالسهام الإجابة المسلك بين الجامع والسوق المسلك بين المستوصف والجامع المسلك بين مركز الحرس الوطني والسوق المسلك بين المستوصف ومركز الحرس الوطني المسلك بين المدرسة والجامع المسلك بين البريد والمدرسة